الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال هذا الاتصال اللي تناول مجمل القضايا الإقليمية في الإقليم أكد الرئيس على دعم مصر أي خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة الرئيس قال له إحنا مع أي إجراء بيجعل من السلام حقيقة أمامنا مع التأكيد الرئيس قال لنتنياهو النهاردة في تليفون قال له التأكيد المصري على ضرورة حل المشكلة الفلسطينية مش بس مش نقطة وكمل الرئيس على أساس دولتين إقامة دولة فلسطينية بحدود واضحة وسيادة واضحة وعاصمة اسمها القدس الشرقية على حدود قبل خمسة يونيو سبعة وستين مين اللي قال نهاردة الرئيس؟ قال لي مين؟ قال لي نتنياهو نتنياهو اتصل بالرئيس عبد الفتاة السيسي الرئيس قال له بنؤكد على إن إحنا مع أي إجراء يؤدي إلى هل السلام وإحنا الخطوط الحمرة بتاعة مصر إقامة دولة فلسطينية عاصمة القدس نقطة كلام واضح وكلام في النور يجي واحد دولة أصله أنتوا عارفين ده نتنياهو كلم من الرئيس عبد الفتاة السيسي بالتليفون سر اسمعه أصلي فيه مقابلة لا 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 فيش منه كلام ده عندنا في مصر في مصر لا يوجد مثل هذا الإجراء في مصر ما نقوم به في النور ما نقوم به في العلن ما نقوم به فيه على الهواء مباشرة ليس لدينا ما نخفيه ليه لأن إحنا دولة بتحترم شعبها ودولة بتحترم مبادئها ودولة بتحترم خطوطها الحمراء ودولة بتعمل في النور بنقول للشعب الفلسطيني يا شعب فلسطين اعلموا واعلموا جيدا أن مصر ما قصرت في يوم ما مع القضية الفلسطينية يا شعب فلسطين اعلامه ان مصر قدمت تضحيات بالدم والروح من اجل القضية الفلسطينية وهذا واجب علينا لا نقول هذا نوع من الرياء او خلافه اقول ايضا ان مصر كانت سباقة للجميع في فهم القضية الفلسطينية وفهم التحديات الموجودة اقول لشعب فلسطين ان رئيس مصر عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الاول لتولي الحكم وقبل ان يتعل الحكم مبادئه ثابتة ومرجعياته ثابتة وخطوط الحمراء ثابتة الرئيس في كل المناسبات في كل المناسبات دون استثناء بيؤكد على اهمية احلال السلام عن طريق اقامة دولة فلسطينية واضحة الحدود كاملة السيادة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل خمسة مايو سمعة وستين بقولها وبحفظها لنفسي وبانعش ذاكرتي وانعش ذاكرتي المشاهد الكريم انه لم تتغير وجهة نظر الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية وبنتحمل في سبيل ذلك عانة وظلما وهجوما غير مسبوك وعلى الدوام وحتى من بعض الفلسطينيين لكن هذا لا يؤثر فيه توجه مصر الثابت والاستراتيجي لان دي قضيتنا المركزية جميعا ولا يمكن ان تخفط عنها الرئيس بيأكد بيقول تاني اهو الرئيس عملي الرئيس عملي الرئيس مش بتاع كلام يعني انحنا لا 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 الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبلد يعني الرئيس مش بتاع منظرة مناخر الرئيس لا يعرف لغة المنظرة ولا يهتم بسياسة اللقطة ولا يهتم بسياسة الصورة ولا يهتم بفكرة الجماهيرية ولا يهتم بفكرة الشعبية ولا يهتم بفكرة الشعبية بشكل واضح لانه راجل واضح مخلص يعني ما بيمثلش على الاطلاق على الاطلاق بقول انه الرئيس ما فيش منظرة في القضية عايزين نحل القضاء الفلسطينية نقعد نقعد الاطراف يا جماعة نقعد نحل الموضوع احنا عايزين وقف المستوطنات من فضلك لو سمعت وقف المستوطنات تهدئة من الطرفين تهدئة من الطرفين بقى فيه تهدئة عشان نقعد ما هو مش موقع نقعد وإحنا عملين نضرب في صواريخ من شبال يومين ما بتقديش لحاجة ما احنا بنضرب صواريخ من امتى حماس بتضرب صواريخ من امتى من ساعة ما صنعوها وحماس ايه اللي قدمته حماس من ساعة ما تعملت للقضاء الفلسطينية انا بسألوا الله هو خالد ماشعل وابو الوليد ومش عارف مين ومين عملوا ايه يعني ايه اللي عملوه دخلوا على السلطة الفلسطينية وحركة فتح قدتلوا الناس ورموهم من الشبابيك فاكرين القصص دي كلها مش هنفتح وزي يحتلل غزة خادوا غزة اسموها يا سيدي انت مناضل ولا انت داخل تلعب سياسة يعني انت كنت في حركة كفاح مسلح عشان تجاهد في سبيل القضية ويتحرر ارضك من اسرائيل لا ده جدي على الحكم وبقى رئيسه وزراءه ووزيره وغيره وخدوا غزة فصلوها عن الضفة والغاية دلوقتي كل اللي بتكلم على القضاء الفلسطينية بيقول يا جماعة المصالحة الفلسطينية بين مين ومين بين فتح وحماس وبين فتح وبين ابو مازين ورجال حركة فتح وبنظمة تحرير الفلسطينية وبين 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 وايضا بين الجماعات الاخرى زي الجهاد الاسلامي وزي حماس وغيره احنا الدنيا مهترقة ونيجي نقع عند مصر لأيه مصر تتكلم بتقدم كل ما لديها محاولة تهديئة داخل فلسطين داخل غزة الدولة المصرية بتتصل بكل الاطراف لو لا اتصالات الدولة المصرية وجود لغة تتصل بين مصر وبين كل الاطراف كانت الدنيا خربت من زمان وكانت القضية راحت لكن احنا محافظين على ضبط النفس السياسي ضبط النفس الامن بنجمع الكل بنحاول نجمع الكل مصر ما بتبتزش ما بتلعبش في الماء العكر لا تعبت في المياه العكرة رغم الاعيب داخل غزة من العمادي سفير قطر ومن الاطراف ومن كل هؤلاء المنتمين لجماعة الاخوان الا ان مصر بتتغاضى ومصر بتعمل نفسها يعني ايه يعني خلاص انا بتجاوز بتجاوز لان عندي قضية وعندي شعب اللي بهم مصر الشعب الفلسطيني اللي بهم مصر الناس الغلابة اللي بهم مصر الستات الموجودين اشتركوا في القناة